موسيقى موسيقى ما دلالة استئناف التحالف لقصف صنعاء؟ هل ارتفعت العصد الدولية على الحوثيين لإلزامهم بتنفيذ اتفاق السويد؟ أم أنها مناورات دولية لإبقاء الواضع في اليمن بين اللاسل واللاحل؟ موسيقى أهلا بكم بعد أشهر من الهدوء عاد التحالف لشن غاراته الجوية على مواقع تأبيعات للحوثيين في صنعاء بشكل مكثف وقال ناطق التحالف ترك المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد أن الضربات استهدفت مركزا لتصنيع الطائرات المسيرة تابعة للحوثيين فهل يعد هذا التصعيد العسكري إعلانا عن فشل اتفاق السويد؟ التصعيد العسكري تزامن مع تقارير سياسية وحقوقية أدانة الميليشيا خاصة بعد رفضهم تنفيذ ما جاء في اتفاق السويد وآخرها ملف الحديدة هل سيتحرك المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي للخضوع للحل السياسي؟ أم أن السيف أصدق أنباء من الكتب كما يقول؟ التحالف يعود مجددا لقصف صنعاء بعد هدوء دام أشهر طويلة القصف الذي طال مواقع عسكرية ومنشآت كان عنفا بالقدر الذي أثار التساؤلات حول أسباب هذا الاستهداف وتوقيته وما هي الهداف التي استدعت هذه العودة القوية للغارات؟ التحالف قال أن العملية استهدفت تدمير شبكة قيادة وتوجيه الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين بينما قالت المصادر أن القصف تركز على الأماكن المعتادة كالفرقة وقاعدة الديلمي والصيانة عودة القوة الخشنة إلى الفعل تزامن معها تصعيد لاستخدام القوة الناعمة ضد الانقلابيين تمثلت بتقارير دولية سياسية وحقوقية وإغاثية فهل انتهى شهر العسل بين الدول الكبرى والحوثيين؟ أم أنها فقط وسائل ضغط لإرغام الميليشي على تنفيذ اتفاق السويد؟ حتى الآن تقف ميليشي الحوثي حجر عثرة في تنفيذ اتفاق السويد فقبل أيام منع الحوثيون رئيس فريق المراقبين الأممي باتريك كاميرت من الاجتماع بمندوب اللجنة المشتركة عن الحكومة بل إضافة لاستهداف موكبه برصاص مسلحين في الحديدة في كل جولة تأخذ دورة التفاؤل الأممي والدولي مجراها ثم تعود إلى نفس النقطة رفض الحوثيين التعاطي مع حل سياسي وبدل أن يدفع ذلك الحكومة والتحالف إلى تعزيز خيار الحل العسكري بعد أن فشل الحل السياسي يلجأ التحالف لاختلاق قضايا داخلية مع الحكومة تتعلق معظمها بخارطة السيطرة على المواقع الحيوية في المناطق المحررة التي يقال إنها تمثل 80% من الجغرافيا لا مؤشرات على إمكانية نجاح اتفاق السويد فما هو التالي إذن؟ وهل استئناف التحالف للعمليات الجوية في صنعاء يعاد تدشينا لمرحلة عسكرية جديدة؟ أم أنها مجرد استعراض عابر للقوة؟ ثم تعود الأمور إلى ما هي عليه الشرعية في سباتها والتحالف في تخبطه والحوثيون في صلفهم؟ إذا مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعات الحديدة عبر الأقمار الإصناعية من تعز وسينضمعه وآخرون بداية مساء الخير دكتور فيصل مساء النور لك والإخوة المشاهدين والمشاهدات والجمهور الكريم أهلا بك دكتور فيصل وبداية كيف يمكن تفسير استئناف العمليات العسكرية الجوية للتحالف في صنعاء بعد هدوء نسبي داما عدة أشهر من خلال تصريح الدول التحالف نقيد بأن هناك مبررة منطقيا بعودة هذه الهاجمات هم يقولون بأنهم اكتشفوا مواقع عسكرية وأماكن يتم فيها تصنيع مثل هذه الطائرات الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرا باعتبار بأن السلاح السابق كان سلاح مخزون قديم للدولة ودخلت الطائرات بدون طيار منذ سنة تقريبا أو سنة ونصف وهم يقولون بأنهم تحصلوا على معلومات تؤكد وجود قواعد لصناعة هذه الطائرات وبالتالي تم استهدافها لكن الحقيقة ليس ما يصدر كل ما يصدر عند دول التحالف يمكن أن يأخذ بعين الجدية أو بعين الاعتبار فهناك توازي في الصراع ما بين السلمي والعسكري وما بين العبث أو ما بين صرف النظر فهناك مثلا عبث سعودي في المهرة وعبث إماراتي في السواحل وفي الجزر وفي الموانئة اليمنية وكلما ارتفع صوت المواطن اليمني تتحرك هذه القوات لتصرف أنظارهم إلى أنها تسهدف قوات في صنعاء أو مركز سلاحة لصناعة الطائرات وهي مشكوك بصحتها فالطائرة هذه هي طائرة ألعاب أطفال بإمكان أن يطورها مجموعة مهندسين درسوا ميكاترونيكس ويستطيعون أن يمارسوا فيها تهديدا معقولا لكن القصة لا تكمن فقط في هذا الجانب القصة تكمن بأن هناك دولة مستباحة من الانقلابين داخليا ودولة مستباحة من دول التحالف خارجيا والضحية في جميع الحالات هو المواطن اليمني الذي دفن في حفرة عميقة ولا يجد من ينقذه ليخرج منها إذن ناطق التحالف قال أن العمليات العسكرية استهدفت قدرات الطائرات المسيرة كما تفضلت للميليشيا الغريب أنه لماذا تتم تسريب مثل هذه المعلومة قبل بدء العمليات بساعات؟ المعذرة لو تعيدت نعم أعيد لك السؤال نعم ناطق التحالف نعم ناطق التحالف تحدث أن العمليات العسكرية استهدفت قدرات الطائرات المسيرة لكن الغريب أنه تم الإعلان عن هذه العملية قبلها بساعات أليس ذلك مستغربا؟ طبعا أنا أشرت قبلا إلى أن ما يصدر عن دول التحالف لا ينبغي أن يأخذ بعين الجدية لأن ناطق التحالف في الشهر الأول وفي ستة الأشهر الأولى صعد أمام العالم وفي أمام وسائل الإعلام العالم يقول بأنه قضينا على 95% من مقدرات الأسلحة للإنقلابيين فإذا كانوا قد قضوا على مقدرات 95% من السلاح فما الذي جعل الحرب تمتد إلى خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات ونحن ذاهبون إلى أكثر من ذلك وأيضا نفس الإنجاز على الأرض ليس بذلك المشجع يعني الآن عندما نقارن بين تحرير 80% من الجغرافية يقابله بقاء أكثر من 80% من السكان تحت استبداد واستعباد الإنقلابيين يعني إذن هل نحن نريد أن نحرر الأرض لنستعمرها أم نريد أن نحرر البشر الذين استعبدهم الحوثيون وهم مستنقيدون بهذه النقدة طيب إذن هناك من يفسر هذا الإجراء تسمعوني الآن؟ هل هناك مشكلة؟ دكتور فيصل هل تسمعوني؟ هناك صدف الصوت لا أدري نعم أسمع ولكن هناك صدف الصوت لا تصليون المعلومات بشكل دقيق إذن سيتم معالجة الأمر إن شاء الله لكن برأيك هناك من يفسر إعادة العملية العسكرية بأنها مجرد إجراء تأذيبي للميليشيا لا سمع ما زالت الإشكالية مستمرة؟ المشكلة ما زالت مستمرة لكن دعيني أقول بأنه فهمت امتداد السؤال على الأسئلة السابقة لتبني عليه سؤالا ممتدا من منظور سياسي لا نستطيع أن نقول بأن هناك يعني نية حقيقية لدول التحالف بإنقاذ اليمن وبالتالي ما يحصل هو عبث في عبث أنا لا أستطيع أن أحاكم السلوك على الأرض إلا بقواعد قابلة للتحليل نحن الآن نعيش في فوضى خارج إطار القواعد وبالتالي لا أستطيع حتى أن أفسر هذا السلوك يعني عندما تنطلق الطائرات لضرب الانقلابين نحن نطير فرحا نقول نشكر دول التحالف ولكن نفس الطائرات عندما تأتي بصواريخها لتضرب قيادة عسكرية تتبع القيش الشرعية كيف يمكن أن نفسر مثل هذا العمل كذلك عندما تترك هذا الشعب يواجه مصيره من القوع والفقر وتفرض عليه السعودية أيضا قوانين جائرة في طرد المغتربين في ظل الحرب يعني هناك أشياء غير قابلة للتفسير وبالتالي ما تفضلت به من طرح السؤال أيضا سيظل ممتدا عندي وعند غيري بأنه غير قابل للتفسير لأنه نتعامل مع اللامنطق مع اللامنطق للحرب وعلى اللامنطق للسياسة ومع اللامنطق في الإنسانية نعم إذا نسمح لنا دكتور فيصل إلى أن يتم ترتيب الصوت يعني ينضم معنا عبر سكايب البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان من لندن مساء الخير أستاذ براء مساء النور وأهلا وسهلا فيك آسيا وأهلا بالدكتور فيصل أهلا بك إذن براء يعني برنامج الغذاء العالمي تحدث عن سرقات الحوثيين للأغذية التي يتم إيصالها الأسوشيتد بريس تحدثت والأنتبندت أيضا مع الملف الحقوقي وما يحدث في سلطة الحوثيين من انتهاكات حقوقية وإنسانية كل ذلك ضد انتهاكة ميليشيا الحوثي كيف يمكن أن تقرأه خاصة أنه جاءت لبعه وأعقبه أيضا ضربات أو إعادة لضربات التحالف على الصنعاء بالذات يعني الضربات التحالف على الصنعاء هي فقط حصلت بالأمس أنا لا أقرأها في نفس سياق التقارير التي خرجت من قبل سواء الأسوشيتد بريس أو منظمة الغذاء العالمي أو غيرها من الوكالات سواء الصحفية أو المنظرات الدولية العاملة في اليمن بالنسبة لضربة الأمس يعني أنا ببساطة ليست عندي معلومة كاملة ما الذي حدث أو ما هي المعلومة الجديدة التي توفرت لدول التحالف حتى قرروا الأخذ بمثل هذه العملية لكن يبدو أن الطريقة التي تمت فيها العملية أولا قرروا أنهم يعلنوا عن العملية قبل انطلاقها ويبنى هذه كانت فقط محاولة لإرسال رسالة علامية كون أنهم لازالت الحرب العالمية هي جزء أيضا من الحرب العسكرية والنقطة الثانية واضح أنه كان هناك استهداف لعدة مواقع في صنعاء السؤال هل هي فقط عملية نوعية مثل ما تحدث فيها ناطق التحالف أم أنها ستستمر وستعود الضربات مجددا إلى صنعاء أنا شخصيا لست من المتحمسين أن تعود الضربات مجددا على أي مواقع خصوصا في المدن المكتظة بالسكان إلا إذا تم إعلان بشكل كامل من قبل التحالف أن هناك عملية ستنطلق لتحرير محافظة صنعاء وتحرير كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحروفية لأن عمليات القصف التي كانت تتم في السابق بدون وجود عمل عسكري في الميدان أدى إلى ارتفاع الكلفة الإنسانية بدون تحقيق نتائج حقيقية على الأرض بمقارنة عندما بدأت العمليات عندما كانت هناك قصف مثلا في محافظة عدن أو لاحج أو الظالع كان هناك عمليات ميدانية تمكنت أنها تحقق نتائج حقيقية في الميدان ولذلك مثل ما قلت لك لا أقرأها بذات السياق بالنسبة للتقارير هو مرة أخرى عندما يخفت الانتباه الدولي حول ملف التحالف يلتفت كل العاملين على الشأن اليمني فيما تقوم به ميليشيات الحوثي في الأرض ولذلك رأينا العديد من التقارير الاسوشييتد برس يبدو أنها الأعلى صوتا إلى الآن تتحدث بلغة جريئة جدا ضد جماعة الحوثي هناك تغير واضح في المزاج العاملين أيضا يبدو في الاسوشييتد برس يفهموا تعقيدات الملف اليمني بشكل أفضل من غيرها من الصحفة العالمية ولذلك كانت هناك تقارير وتقارير حقيقة نوعية سواء عن تجديد الأطفال سواء عن المعتقلين ومؤخرا عن المعتقلات الخاصة بالنساء فأعتقد أنه تنطلق من نوعية العاملين في هذه الوكالة ومدى إلمامهم بالملف اليمني بشكل كامل عكس الوكالات التي تغطي الملف اليمني لتغطية حاجة إنسانية أو لتلبية ضغوط دولية آنية تتحدث عن مثلا الأزمة الإنسانية أو غيرها من الملفات نعم إذن هل يمكن قراءة ما حدث أستاذ برا من حديث عن هذه الانسهاكات أنه في إطار ما حدث بعد اتفاق السويدة الذي لم يتم وتلك الميليشيا في الحديدة وعدم تنفيذها لهذا الاتفاق أنا شخصيا أعتقد أنه كانت هناك رغم كل الانتقادات التي وجهت للحكومة اليمنية بتقديم تنازلات في هذا الاتفاق إلا أنه أعتقد أنه من الإيجابيات أنه تمكنت أن تعري جماعة الحوثي خصوصا أمام الكثير من الأفراد المجتمع القولي الذين حاولوا في لحظة معينة خلال نهاية العام الماضي في أن يضغطوا في اتجاه واحد وهو فقط على التحالف وباعتقادهم أنه يبدو أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء ملف الحرب في اليمن بدون النظرة بشكل شمولي حول الأزمة اليمنية الآن مارتين غريفث يبدو واضح أنه يغوص في ذات الرمال التي غاص فيها من سبقه سواء المبعوث الأممي إسماعيل والد الشيخ أو جمال بن عمر ومرة أخرى المشكلة دائما لم تكن أبدا في وجود المبعوثين الدوليين المبعوث الدولي في الأخير مهما كان يمتلك مهارات هو يحاول أن ينضج اتفاقات إذا كانت الأطراف الأساسية المنفرطة في الصراع جاهزة لأن تدخل في هكذا اتفاق لكن مادام أنه جماعة الحوثي تعتقد أنه مهمة العملية السياسية فقط هي مرحلة تتجاوز فيها ضغط عسكري معين لتشرع وجودها العسكري أو سيطرتها المسلحة على الأرض لن يصل أي مبعوث دولي بنتجة حقيقية معها وأعتقد أنه في أول اختبار وكانت اتفاق الحديدة رغم أنه كانت ستقدم الحكومة اليمنية تنازلات كبيرة خصوصا فيما يتعلق بإدارة الميناء إدارة المدينة وغيرها من الأشياء لكن حتى هذا الملف عند أول اختبار سقطت فيه جماعة الحوثي والآن المجتمع الدولي الذي يحاول أن يحلل المشكلة هو ضاقف عند نقطة أساسية وهي مسألة انسحاب الحوثيين وإذا لم يحققوا تقدم في هذا الملف واضح أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا أي تقدم في أي ملفات أخرى إذن أعود إليك دكتور فيصل برأيك أنت هل توجد مقاربة بينما حدث في السويد وتجاوزات الحوثين في الحديدة أيضا وبينما حدث الآن من ضغوط دولية حقوقية وإنسانية على الحوثيين أعود إليك دكتور فيصل برأيك أنت هل توجد مقاربة بينما حدث في السويد تسمعني دكتور فيصل طبعا نحن نفرق بين ما حدث بالسويد وما حدث من ضغوط أسمعك الآن بشكل مباشر من التلفاز لأن الأذن لم تعد ممكن التقاط الصوت بشكل جيد أنا أقول بأن الموضوعين مختلفين في السويد كانت تديره الأمم المتحدة وهي منظمة دولية أعضاؤها دول وهي تمثل الجانب الرسمي للنظام الدولي بينما ما يحصل الآن من ضغوطات تمثل المجتمع المدني الدولي أي المنظمات غير الحكومية التي تمثل منظمات حقوقية ومنتدات إعلامية ووكالة دولية فهي تحاول أن تعري الحوثيين من بعدها المهني فهي تقرأ الأحداث على الأرض وبالتالي تعيد نشر هذه التقارير الإعلامية والحقوقية والإنسانية وتشكل ضغطا على النظام الدولي على مجموعة الدول لكي تتعاطى مع الموضوع اليمني بشكل مقارب الحقيقة الآن ما هو حاصل؟ هناك تميع المشكلة اليمنية وكأنها أصبحت اليمن يتيمة دون أحد أن يساندها فهي قد تركت لحرب داخلية قادها الانقلاب ولحرب أقليمية قامت بها دول التحالف وغطت دول مجلس الآمن الدولي الطرف عن هذا العبث وكل ما يعمله المبعوثين الدوليين تقريبا لا يخرج عن إطار المبدأ العام للممتحدة وهو حفظ السلم والأمن الدولي بطرق سلمية أي أنهم يشغلون وفق الفصل السادس ولا يمكن لدول مجلس الأمن الدائمة أن تتحمس لاستخدام القوة في إلزام طرف على آخر دون أن تكون هي المتضررة الأساسي في مصالحها وهذا معلوم في جميع العلاقة الدولية والصراعة الدولية منذ تأسسة الأمم المتحدة في عام التسمية وخمسة واربعين بمعنى أن التعويل اليمني اجتماعيا أو التعويل رسميا من السلطة على أن تقدم الأمم المتحدة أو الضغط الدولي شيئا لليمن هو نوع من التعويل الخرافي الحقيقة أننا نحن في الداخل معنيون بأنفسنا ماذا قدمنا لأنفسنا كمواطنين للضغط على السلطة الشرعية لكي تقوم بواجباتها وماذا قدمت السلطة الشرعية أيضا لتقوم بواجباتها في تمثيل الدولة اليمنية للأسف هناك قصور ذاتي وكيف يمكن أن نعول على الآخرين ونحن لم نفعل شيء لا الحكومة دافعت مبدئيا عن الشعب اليمني الذي تمثله ولا المواطن اليمني دافع عن نفسه كفرد أو كمواطن أو كمكونات اجتماعية نعم سنتحدث عن دور الحكومة في هذا الجانب وفق القانون الدولي يعني نحن للأسف ينطبق علينا المثال العربي الشهير ما حكى جلد كمثل الظوفريك إلى الآن ندعو طراف الدنيا لتحك لنا هذا الجلد الملتهب ولا نفعل شيئا نعم إذن يعني دكتور برأيك يعني ما جدوى العمليات العسكرية الحالية ما لم تكن في إطار عملية متكاملة نعم فقدنا الاتصال بالدكتور بالضبط هي لن تكون لها جدوى ما لم يكن هناك أولا إعادة ترتيب العلاقة ما بين السلطة الشرعية الممثلة للدولة اليمنية وبين دول التحالف يعني نحن فقط نسأل للعلن هل دول التحالف عندما تقصف صنعة أو تقصف القوف أو تقصف تعز هل هي تأخذ إذنا من هيئة الأركان من السلطة الشرعية اليمنية أم أنها تقصف كما تريد وعلى الحكومة أن تبلع لسانها إلى الآن نحن نعلم بأن هذه الدول تقصف خارج إطار الخطة العسكرية اليمنية خارج إطار قرار القيش اليمني أي أن القرار القيش اليمني منتزع صلاحيته لصالح دول التحالف القرار السياسي اليمني للسلطة الشرعية منتزع صلاحيتها لصالح دول التحالف أي أننا أصبحنا لا قرار لنا لا سيادة لنا اليوم ما تفعله السعودية في المهرة هذا حتى لا أقول الإنسان حتى الكائن الحي في المهرة يستنكر هذا تدخل الفج باستدعاء مرتزقة على الأرض اليمنية بفرض علامات لمد أنبوب قصري لسجن الناس لسجن الجيش لسجن الأمن لمصادرة السلطة المحلية يعني هناك تدخل عسكري وممارسة عسكرية من جهات لا تلتزم باحترام السلطة الشرعية وبالتالي كلها تدخل تنم عن العبث أكثر من أن تصبح ذا قدوى أو أن تؤدي إلى هدف عام وهو استعادة الدولة واستعادة السلطة الشرعية على الأقل أن يؤمنوا الأراضي المحررة ليلزموا السلطة الشرعية بكل أجهزتها أن تعود إلى الأرض أن تعود إلى شبوة أن تعود إلى حضر موت أن تعود إلى تعز أن تعود إلى مارب أن تعود إلى عدن ولكنهم أرادوا أن تبقى اليمن تحت الحوثيين في سياق صراع مسلح دائم وأن تبقى الأرض المحررة أيضا غير قابلة للحياة وبالتالي تصوري بأن سفارة دول التحالف تسعى لكي ترمم علاقتها مع سوريا بينما ليس لها أي مبعوث دبلوماسي أو قرصلي في عدن ولا شركة الطيران إذن أنتقل إليك أستاذ براء أستاذ براء كما تفضل الدكتور فيصل في مسألة أنه لا جدوى حقيقة من هذه العملية العسكرية في إطار يعني لم تكن عملية متكاملة ولكن ما يستغرب الآن يعني ربما التحالف والحكومة الشرعية يدركون تماما أنه لا جدوى للاتفاقات مع الحوثيين وأنهم في كل مرة يثبتون يعني عكس ما يتفقون عليه إذن لما يتم الإصرار على المضي مع هؤلاء ولا يتم حسم المسألة بشكل عسكري سريع وكامل ونحن نعلم تماما حينما يريد التحالف ذلك فهو يستطيع أن يتمم الأمر يعني أولا أنا أريد أنه يعني يعلق سريعا على مسألة البحث عن شراكات أو الدول أخرى ستستطيع أن تحل لنا القضية اليمنية وخصوصا الذين هم متحمسين إلى مسألات أنه هو نفض الشراكة مع التحالف أو أن التحالف الحرف عن مساره فلذلك يبدو أننا نبحث أنا أقول بشكل واضح وصريح بالنسبة لليمن لا يوجد لديها الآن أي تحالفات حقيقية أكثر من التحالف الموجود حاليا وبشكل أخص المملكة العربية السعودية الانتظار إلى المجتمع الدولي أنا بوجهة نظري هو عبث المجتمع الدولي الآن غير مهتم بالشأن اليمني ولن يهتم بالشأن اليمني إلا إذا حسمت الحكومة اليمنية والتحالف استطاعوا أن يحسموا أمرهم على الأرض التدخل الدولي الذي نحن نراه أنه لا يستطيع أن يحل المشكلة لأنه في الأخير ما هي المصالح التي تربطهم باليمن وما هي قدرتهم على تغيير الواقع في الميدان في الأخير المجتمع الدولي يقول لك نحن لدينا مبعوث دولي لليمن هو يلتقي مع الأطراف نحن ندعم جهود هذا المبعوث وهذا هو يبدو الحد الذي ستستطيع فيه الإرادة الدولية أن تتدخل فيها في الشأن اليمني الملف اليمني وهو مواجهة خطر الحوثيين والانقلاب وكل ما يترتب عليه من منظومة سلالية وطائفية تهدد نسيج الاجتماع اليمني لن يستطيع أن يحل هذه الإشكالية إلا أولاً اليمنيين بعد ذلك الشراكات هم القريبة وتحديداً المملكة العربية السعودية غير هذا أعتقد أنه نحن نحاول أن نبحث عن شراكات غير موجودة شراكات غير حقيقية وغير موجودة في الميدان هذا لا يعني أنه لا يجب تصحيح علاقة أو ضبط العلاقة الحكومة الشرعية بالتحالف بل أعتقد أنه يجب تصويبها حتى عندما يكون في انتقاد هو انتقاد يصب في مصلحة ضبط هذه العلاقة وتحسينها حتى تخدم الهدف النهائي وهو استعادة الدولة نعم ما يحدث أن المتابعين والمحللين وربما الصحفين والناشطين هم من يروا أن هذه العلاقة أصبحت غير جيدة وأنه لا بد من تصويب مسارها الحكومة في كل مرة تتحدث فيها تتحدث عن علاقة جيدة وعن إنقاذ السعودية والإمارات لهم وشكرها عما قدمت فبالتالي إن لم تستشعر الحكومة انحراف مسار التحالف أو تحاول أن تعيد هذا المسار من سيستطيع إعادة هذه العلاقة أو تصويب مسار التحالف؟ أنا مرة أخرى أنا لا أنتقد الذي يتحدث عن تصويب هذه العلاقة أو إعادة ضبطها حتى تكون حتى تحقق الهدف الاستراتيجي ومسألة استعادة الدولة ومحاولة حتى انتقادها عندما يكون هناك انحرافات على سبيل المثال عندما حدثت قضية سقطرة في العام الماضي أعتقد أن الحكومة اليمنية بالتزامن مع الناشطين مع المجتمع المدني مع الأحزاب تحركت بشكل تلقائي لانتقاد مثل هذا التصرف وغيرها من الملفات التي ندركها جميعا ولا أريد أن استغرق وقت الحلقة في سردها لكن النقطة الأساسية هي أنه الإشكاليات الأولى الموجودة داخل الحكومة الشرعية يجب أن تحسن بشكل نهاي على سبيل المثال عندما يتابع المواطن اليمني الذي يتطلع إلى لحظة السعادة الدولة واليوم الذي تعود فيها كل أجهزة الدولة للعمل عندما يراقب اليوم مثلا خبر عن فساد بالمليارات داخل البنك المركزي بالتأكيد نقطة الإصلاح تبدأ من هذه النقطة أنه كيف نسمح بوجود حكومة في لحظة طوارئ ويتم فيها عملية فساد بالمليارات على سبيل المثال بعد ذلك ممكن أن ننطلق للخطة التي بعدها ما هي الملفات التي نعتقد أن فيها إشكاليات ما بين علاقة الحكومة اليمنية مع التحالف على سبيل المثال وجود الحزام الأمني على سبيل المثال وجود أجهزة لا تخضع لسيطرة الدولة بشكل كامل وغيرها من الملفات حتى يتم حلحلة الملفات فقط أعتقد إذا استطاع المجتمع المدني اليمني بالتزامن مع القوى الفاعلة في إصلاح هذا الخلال الموجود وابتداء من الفساد الموجود داخل الحكومة اليمنية إذا لم يضبط هذا الفساد ولم تحل المشكلة بالتأكيد يعني من الذي يحترم الحكومة في لحظة طوارئ ويكون فيها فساد بالمليارات وهذا الخبر اليوم يعني فساد داخل البنك المركزي بهذا الحجم وأنت تخوض معركة مصيرية في مواجهة جماعة البحوثي هذا كل الذي يحدث ببساطة ينعش الألين الكباب ويؤخر لحظة استعادة الدولة أيام إذا لم تكن شهور إذا لم تكن سنين صعيم إذن في ظل الحديث عن يعني انحراف مسار التحالف وسوء العلاقة دكتور فيصل بين الحكومة والتحالف أيضا يظهر موضوع الفساد من جانب آخر برأيك هل يمكن لملمت هذه المواضع وإعادة الأمور إلى جادة الصواب حتى تستطيع الحكومة لا في كل هذه الإشكالات التي تأتي تباعا لتضعف من شرعيتها طبعا اليوم أنا للأسف بسبب الصوت قد لا يتكن إجاباتي موفقة من يسمع كلمة وكلمة لا والآن انقطع الصوت أيضا الآن انقطع الصوت لكن سأواصل أقول نحن بودنا كمواطنين يمنيين أن نرى تحركا حقيقيا على الأرض من قبل الحكومة بحيث نستطيع أن نقف معها وندعمها ولكن نجد هناك صمت صمت من قبل الحكومة وصمت من قبل السلطة الشرعية دعونا نتكلم عن فريق حكومي عن سلطة شرعية مع فريقها الحكومي لا وجود الاعتراض على الأخطاء سواء من الحوثين سواء من الأمم المتحدة والمبعث الأممي سواء من دول التحالف المواطن اليمني ماذا يريد؟ لكي يقف مع حكومته وسلطته الشرعية يريد فقط من هذه الحكومة أن تشعره بأنها تمثله تمثيلا حقيقيا وعادلا قدر استطاعتها نحن لا نطلب منهم أن يعملوا معجزات ولكن عندما تنتهك حقوقهم عندما تنتهك سيادة البلد عندما يصبح هناك عبث في الموانئ اليمنية في النفط في تحريم في منعهم من استخدام ثرواتهم أيضا في حرمانهم حتى من المساعدة لا يطبق عليهم القول لا رحموا ولا تركوا رحمة الله تنزل عليهم لا رحموا ولا تركوا حتى رحمة النصارى تأتي إلينا حتى الإغاثة التي تأتي من دول التحالف تذهب ترانزيت أول مرة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية ثم تأتي إلينا وقد تقطعت بها السبل وإذا بها تذهب 60% كما قالت الأمم المتحدة لقيوب الإنقلابين وفي منطقة مثل تعز تعيش حصارا منذ أربع سنوات نسمع الأمم المتحدة والمنظمة تدولي تبكي على ما يحصل في الحديدة وتريد أن ترفع الحصار عنها ولكن لم نسمع لهذا البكاء شيئا مقابل تعز يعني هناك في تناقض كبير في المسألة والجزء الأكبر من هذه القريمة تتحملها السلطة الشرعية لأنها تصمت بشكل دائم عن كل ما يمس الإنسان اليمني فقط إذا تكلمت هذه السلطة الشرعية بما يمليه عليها الدسور والقانون والقانون الدولي ووصلت إلى طريقة مسدود سنكون كمواطنين مقتنعين بها وواقفين معها دون أن نصبح أن تتآكل أمام عيننا ونحن لا نستطيع أن نتقرأ من أساس بها خوفا من قطاع الخيط الذي بقي لأنه في نهاية الأمر حتى وإن فقدنا الممسكين بالشرعية لن يذهب الشعب السوداء ولن تغيب الدولة اليمنية من الخارطة ولكن المجتمع اليمني سيبني شرعيته من الشعب من جديد وبطرقه الخاصة فمثلما بنى الحوثيون سلطة أمر واقع وشرعية أمر واقع من خلال السطوة والقوة أيضا من خلال التماسك الاجتماعي يستطيع المجتمع المحلي أن يتماسك وأن يعيد بناء شرعيته من تلقاء نفسه وسيستغني عن هذه السلطة الشرعية لكن نحن نقول لا نريد أن يذهب المواطن إلى هذا الاحتمال الأسوأ نقول بأن المجتمع اليمني والراغب بعودة الدولة مستمسك بسلطة الشرعية ويدعمها فقط هي عليها أن تشعره بأنها معه أن تقف معه يعني إلى الآن لا نجد مواقفا تستحق الاعتبار أو على الأقل الشعور بالمشكلة الواحدة وكأن السلطة الشرعية مشاكلها مختلفة عن مشاكل المجتمع اليمني إذا لو عدنا لموضوع العمليات العسكرية دكتور هل يمكن أن تؤثر هذه العمليات على مسار الحل السياسي بموجب اتفاق السكن برأيك؟ منطق القوة دائما هو الغالب وخاصة في الصراعة المحلية أو في الصراعة الدولية إذا ممتلك السلطة الشرعية زمامها على الأرض هي تستطيع أن تدحر الإنقلابيين فقط بإعادة ترتيب أوراقها مع دول التحالف التي تحاول أن تفسد هذا المسار يعني نقول لدول التحالف بارك الله فيكم وأنتم تدخلتم بهكذا بحسنية سنقول بارك الله فيكم لكن عليكم أن تحددوا موقفكم معنا اليوم إذا كانت أخطاءكم هي مساوية لمحاسنكم فالنتيجة صفر فإذا كانت المدخلات تساوي المخرجات فإذا هذا التدخل عبث عليهم فقط أن يدعموا السلطة الشرعية وأن يدعموا الجيش اليمني وهذا السلطة الشرعية عليها أن تتحمل مع الجيش اليمني تحرير اليمن وأنا متأكد بأن الجيش اليمني والسلطة الشرعية لو لقت الدعم الحقيقي ومنحت حقها في إدارة سلطانها على الأرض بإمكانينا أن تحل المشكلة بأسرع مما يمكن اليوم ما يوخر حل المشكلة اليمنية هو هذه التداخلات الخارجية لدينا عدو لدينا انقلابين على الأرض لديهم حليف يستخدم الدهاء السياسي إيران تدعم الانقلابين بدون ضقيق وتدعم بطرق ذكية جدا غير منظورة وتدعمهم أيضا بالخبرات وبالسلاح وبالأموال وبالشركات غسل الأموال ومع ذلك صمدوا وصمدهم أيضا ليس قياف فقط من حليفهم القوي وإنما أيضا من الأداء السيئة على الأرض لسلطة الشرعية والجيش الوطني وكذلك من سوء أداء دول التحالف يعني اليوم نحن دول الطالب نقول بأنه على الأقل أن نجلس مع دول السلطة الشرعية أن تجلس مع دول التحالف ليكتبوا اتفاقية دولية تضبط هذه العلاقة أو يحدد طريقة في إدارة المعارك على الأرض ليكون الجيش اليمني هو صاحب القرار اليوم الجيش اليمني فيه تعز غير قادر على تقدم خطوة واحدة حتى يخشى من قصفه من الجو يعني أي أن القيادة العسكرية على الأرض من قبل الإمارات والسعودية هي التي تتحكم بل أيضا هناك مقاطع على اليوتيوب وعلى النيت هناك احتقار اليمنين هناك سجل اليمنين هناك تعذيب اليمنين هناك حرمال اليمنين لماذا هذا؟ هل هذه علاقة الجوار التي نحن اطمأنينا إليها لكي نحمي بعضنا بعضا لكي نحمي أمننا القومي؟ هذا غير صحيح عليها بأن يعيدوا النظر في جدوى تدخلهم أو يتركون وحالنا وشأننا نعم إذا نعود إليك أستاذ برا أستاذ برا كيف تقرأ نوايا المجتمع الدولي الآن في تعامله مع الميليشيا؟ ربما في بداية اتفاق ستوكولم كنا نجد أن هناك أمر واضح في عدم إلزام المجتمع الدولي للحوسيين بهذا الاتفاق والتي تطورات الأخيرة التي حدثت في المجهد ربما جعلت الأمر يختلف ما هو مصير هذا الاتفاق برأيك على إثر كل هذه التطورات التي حدثت؟ أنا بالنسبة لي منذ البداية أنا أعتقد أنه جماعة الحوسي لن تحل المشكلة معها إلا من خلال عملية عسكرية ناجزة تفرض حل سياسي حقيقي وعادل الذي حصل للأسف في اتفاق الحديدة هو أنه كان هناك ضغط دولي في لحظة معينة حاولت أن تستفيد منه جماعة الحوسي صحيح أنه صب في الأخير أنه تكشفت فيه النوايا الحقيقية لجماعة الحوسي وأصبحت الآن في استدام مع المجتمع الدولي ولكن النتيجة النهائية في المحصلة لن تتغير إلا إذا كانت هناك عملية عسكرية حقيقية تستطيع الضغط على جماعة الحوسي للوصول إلى حل سياسي حقيقي وعادل في الأخير الكثير من اليمنيين الذين يحاولوا أن يتحدثوا مع جماعة الحوسي في الأخير المطلب واضح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واضحة المطلب اليمنيين بالاستفتاء على الدستور والوصول إلى دولة اتحادية واضح المسارات التي اتفق عليها اليمنيون واضحة إما أنهم جماعة الحوسي توافق عليها من خلال المشاورات السياسية أو أنها تسوى معهم المسألة العسكرية نعم مسألة الحل العسكري الذي تتحدث عنه أستاذ براي ألا يعد الحديث عنه الآن مجرد لنقل خيال أو أحلام خاصة في حديث الدكتور فيصل ويتحدث عمليا عن كثير من المواقف التي أوضحت خذلان دول الجوار لليمن والحكومة الشرعية برأيك ما الذي بيد الشرعية أن تتخذه الآن ما الذي عليها أن تقوم به بالعكس تماما الشرعية قررت مواجهة جماعة الحوسي وهي لا تملك من الأوراق شيء الشرعية مواجهة جماعة الحوسي وهي كانت في مربع صغير داخل عدن وكل مؤسسات الدولة بيد جماعة الحوسي لكن كانت هناك إرادة حقيقية أنها ستكون هناك مواجهة جماعة الحوسي واستنفار ونفير عام للشعب اليمني لمواجهة لهذا الانقلاب وكان هناك تجاوب في لحظة معينة وتعتبر لحظة مفصلية وتاريخية من قبل الجوار وتقديدا المملكة العربية السعودية استطاعت أنها تدفع جماعة الحوسي اليوم إذا قررنا وضع جماعة الحوسي على ما كانت عليه في 2015 هناك فرق شاسع وهائل جدا فالذي يقول لك أن الشرعية لا تمتلك هذه الأوراق غير صحيح الشرعية واجهت جماعة الحوسي وهي تمتلك خيارات أقل بكثير الآن بالعكس الحكومة اليمنية موجودة داخل عدن رئيس الوزراء موجود داخل عدن عندما نحن نطالب على سبيل المثال أنها تضبط نصالة الفساد لأن هذه الموارد إذا ضبطت بإمكانك أنها تجعل الحكومة اليمنية تمتلك قرار سيادي مستقن تستطيع أنها تحدد فيها خياراتها بشكل أفضل ولكن عندما يكون هناك فساد بالمليارات على سبيل المثال داخل البنك المركزي طبعا المشكلة ستتفاقم وستعاني الحكومة الشرعية فمرة أخرى نعتقد أنه لم يتغير شيء الذي حصل في الحديدة أثبت مرة أخرى أن جماعة الحوثي لن ترضى الحالة التياسي إلا إذا وجهت عسكريا نعم إذن ما رأيك دكتور فيصل بما تراحه الضيفي عبر سكايب الأستاذ البراء يعني خاصة أن مسألة الحالة العسكري هي الأجدى في ظل أن هناك ناصر يتحقق على الأرض وإن كان بطيئا خاصة لو قاررنا ميليشيا الحوثي بما كانت عليه في 2015 وما أصبحت عليه الآن أصبحت مطوقة في جغرافيا محددة الحكومة استطعت أن يعني تعود رويدا رويدا إلى عدن وتحكم من هناك هو يريد يعني أن تعمل الحكومة بشكل جدي بعيدا عن الفساد وأيضا باتخاذ قرار سياسي مستقل حتى يتم إنجاز ما يمكن إنجازه بالحلول العسكرية طبعا أنا سأركز على موضوعين في سؤالك هو ما لقطته أذني من خلال هذه اللحظات أولا أنا أوافق الضيف الكريم بأن الحكومة تمتلك أوراق كثيرة ولكنها لم تستخدم هذه الأوراق صمتها هو الأكثر حضورا وأنا لا أتكلم عن الحكومة بمعنى معين عبد الملك وفريقه وأنا أتكلم عن السلطة الشرقية هي الحكومة الحقيقية هؤلاء فريق حكومية يشتغلون بأمر رئيس عبد الربو منصور وبتدبيراته السياسية وبقراراته التي أحيانا تعمل اختلالا تربك المشهد الآن عندما يكون هناك قرارات سياسية يصدرها عبد الربو منصور لكفاءات كبيرة في جميع دوائر الدولة المدينة والعسكرية الأمور ستنهض بشكل تلقائي وستعمل بشكل ماكنة بشكل أوتوميشن لكن ما هو حاصل أن هناك عبث هناك قرار جيد وهناك عشرين قرار سيئ وهناك تناقض وهناك تضارب وهناك تضاد إذن لدى الحكومة كثير من الأوراق لم تستخدمها وهناك أخطاء كثيرة لم ترتدع عنها ولم تصلحها هذا أولا الشيء الثاني القضية الثانية التي ذكرها الضيف والتي علقتها في سؤالك فعلا الحوثيون عندما عملوا انقلاب عملوا انقلابا وهم يحسبون حساب أنهم مرفوضون من الشعب وبالتالي يا قاتله مقتول لن يتم هزيمة الحوثيين إلا بكسر شوكتهم عسكريا وهذا لن يتم إلا إذا أعيد القرار العسكري إلى الجيش اليمني بدعم كامل هناك بإمكانه أن يكسر لأن هناك سنة شعب كبير سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فالمواطنون يريدون فقط فرصة مواتية للانقضاء على الحوثيين لن يدعوهم يتنفسون يعني هناك ثأرا كبيرا في كل أسرة في كل بيت في كل محافظة في كل قرية في كل مديرية الناس يعيشون يعني معاناة وإذلال يعني عندنا موظفين تحت سلطة الحوثيين لهم سنتين بدون رواتب وهناك أيضا إجبار وقهر على الناس ليأخذ أبنائهم إلى الجبهات وتجريد الأطفال وهناك حرمان من الإغاثة وهناك جوع وهناك فاقر وهناك يعني الظلم ممتد لا نعتقد بأن الشعب اليمني تحت دائرة الحوثي هو مطمئن الحوثي وهو يدعم الحوثي الحوثي فقط يستخدم القهر الخشن الذي يرعب جميع الناس بحيث أن الناس لا يمكن أن يضحوا بحياتهم لمجرد أن يكونوا أبطالا نعم إذن شكرا جزيلا لكم ضيفي العزيزين دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز أشك لك أيضا أستاذ البراشيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان كنت معنا عبر سكايب من لندن وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لنلتقيكم في مساء يمنين جديد كنوا برعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر